يمتد دعم خلاقات الشادية الكامرونية منذ وقت طويل حيث تتقاسم الدولتان جغرافية وتاريخا مشتركا فضلا عن تدخل القابلي والتراث والثقافة المشتركة ومن خلال ذلك يسعى قادة الدولتين الجارتين إلى تعزيز تعاونهم الثنائي في شتى مجالات التعاون لصالح الشعبيهما وفي إطار المشاورات المنتظمة بين الرئيسين الشاد الفريق أول محمد دريس ديبيدنو والكامروني بولبيا وصل صباح اليوم المبعوث الخاص لرئيس الكامروني معالي السيد فردينان انجونغو وزير الدولة الأمين العام رئاسة جمهورية الكامرون إلى البلاد يحمل معه رسالة خطية لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس ديبيدنو من نظره الكامروني بولبيا تتعلق بتعزيز أوجه التعاون الثنائي والعمل على رفع التحديات التي تواجه شبه الإقليم سيام ملفات التجمع النقدي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا المعروف اختصارا بالسمع تسليم الرسالة الخطية تخللتها أيضا جلسة مشاورات بين السيد فردينان انجونغو وفخمت رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة فريق أول محمد دريس ديبيدنو طرحت اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بملف التاقة وخاصة البترول وتعميم شركة إيسو للحكومة الشادية بسبب بيع الأولى حصتها لشركة سافنة مما لم يرضت السلطات في البلاد وعقب خروجه من المقابلة أكد المبعوث الكامروني أنه رقمها تباين وجهات النظر إلا أن العلاقات الكامرونية الشادية ستظل قوية أكثر من ذي قبل لأننا تربطنا مع جمهورية شاد أواصر أخوة وإرث مشترع ترجمة نانسي قبل